موسيقى مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية تحت رعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني وحضور الوكيل المساعد للسياحة الشيخ خالد بن حمود الخليفة انطلقت فعاليات اليوم المفتوح للمرشدين السياحيين والذي أقيم بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كلمته الافتتاحية إلى تركيز الوزارة في الوقت الحاضر على تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لتعزيز قطاع السياحة كونه يشكل قطاعا اقتصاديا مهما وأكد زياني أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم أسس الجذب السياحي الذي تسعى البحرين لتطويره وتأهيل الكوادر البشرية العاملة وقع التمكين اتفاقية مع شركة مايكروسوفت يتم بمجيبها توفير مجموعة برامج أوفيس 365 وذلك ضمن برنامج دعم المؤسسات وتشتمل الاتفاقية على توفير المؤسسات المستفيدة من البرامج على باقة متكاملة تحتوي على عدد من برامج مايكروسوفت المحدثة والجديدة التي تستخدم أنظمة تخزين خاصة بالأنظمة السحابية مثل برنامج باوربوينت وورد وإكسل وأوتلوك وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهور تمكين لتوفير الحلول المختلفة لزيادة فعالية وكفاءة المؤسسات المستفيدة من برامجها والرمية إلى تعزيز تطوير المؤسسات ويعتبر استخدام آخر نسخة محدثة من هذه البرامج التقنية أمرا ضروريا لتحقيق السرعة والانسيابية بشكل أكثر في أعمال المنشآت وهذه أحد المبادرات اللي نقوم فيها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لا سيمة طبعا الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه هي بداية وإن شاء الله في المستقبل راح نعزز تعاوننا مع شركات في القطاع الخاص لتوفر حلول وخدمات عملاءنا يحتاجونها وإحنا هدفنا أن نكون شركاء دورنا أنا بعتبره زي دور شركات الكهرباء والميا بنوفر لهم حاجة أساسية لانتجيتهم والدمو بتاعهم 365 يوم في السنة بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير ما بنخلي شركات أنها تستثمر في خبرات تكنولوجية أو مراكز عمل أو مراكز سيرفرز وإنفستمنتز من هذا النوع أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بانخفاض وقدره ثماني نقاط وثمانية أعشار عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثماري وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 496 ألفا و425 سهما بقيمة إجمالية قدرها 137 ألفا و595 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 29 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 38% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر